من الشيء اللي كانت يعني لافتة اليوم وغير متوقعة الخطاب اللي طلع فيه نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم خلينا نتكلم أول شيء عن المكان فهو طلع لنا من غرفة مظلمة ومكان باين كده أنه تحت الأرض يعني مو مفهوم فاني يعني وطبعا خطابه تناول محاول كثير لكن أكثر شيء لافت هو كمية الشكر اللي وجهها الإيران والدفاع المستميط عن إيران وجلس يقول أنه إيران دعمتهم ويقفت جنبهم على مدى سنوات وأنه إيران هي اللي واجهت إسرائيل ومن الكلام داي يعني علما أنه بعد اغتيال نصر الله تعالت الأصوات من داخل بيئته قبل حتى الناس اللي برا أنه إيران باعتهم أو سألوا الناس قالوا أنه وين إيران من اللي جالس بيصير مع الحزب إيران قدمت دعما واضحا ومعروفا عند كل العالم للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة وهذا ما تفاخر به وهذا الشرف لها وكرامة لها أنها تساعد الفلسطينيين من أجل أن يستعيدوا حقوقهم إلى كل المشككين بعطاء إيران بدعم إيران إيران هي تقرر كيف تدعم ومتى تدعم ومتى تعطي على كل حال أعطت كل هذه السنوات قولوا لأنتم ماذا أعطيتم أيها المشككون أيها المطالبون هل قدمتم للمقاومة شيئا؟ هل قدمتم لشعب فلسطين شيئا؟ على كل حال التاريخ يسجل والمستقبل سيسجل أيضا ويريت نعيم قاسم وقف على كده لا أكمل وقال أنه خسائر إسرائيل كبيرة ونتنياهو مقادر يحقق أهدافه طبعا هذا على الرغم من أنه إسرائيل قضت على كل قيادة حزب الله يعني بما فيهم رأس الهرم حسن نصر الله بس نعيم قاسم شايف أنهم ما حققوا أهدافهم وأن خسائرهم هما الإسرائيليين هي الكبيرة استنزفت العدو أحد عشر شهر وأخرجت المستوطنين بعشرات الآلاف من مستوطناتهم ليكونوا عبءا على الكيان الإسرائيلي وكذلك هناك مئات الآلاف من الذين يعيشون القلق ويعيشون أجواء غير آمنة في كل الشمال الفلسطيني الوضع الاقتصادي متدهور وكذلك الوضع الاجتماعي خسائر العدو العسكرية في داخل الشمال خسائر كبيرة لكن هو لا يعلن عنها بإمكان نتنياهو أن يقول أنه يريد حربا ويقوم بهذه الحرب لكن ليس بإمكانه أن يحقق أهدافه منها نحن نضربهم ونؤلمهم أما عن الحزب داخليا وبحسب نعيم قاسم أمورهم تماما تماما ما عندهم شواغر والقيادات كلها جرسة تشتغل طبيعي وطبعا ما لازم أنسى أنه نعيم قاسم ومن وقت الخطاب وهو ترندي ومتصدر المنصات تم تأمين بدائل في كل المواقع من دون استفناء ليس لدينا موقع شاغر كل المواقع مملوئة وحزب الله يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه الجيش الإسرائيلي رد على خطاب نعيم قاسم ووصفوا بأنه محاولة يائسة للتغطية على واقع حزب الله وأنه كلامه كله مواقع على العموم نحن معانا من بيروت الكاتب الصحفي جورج العقوري أهلا فيك معانا جورج خلينا أول شيء نتكلم عن في الوقت الذي كثير من الناس يهاجمون إيران ويقولون أن إيران تخلت عن الحزب وما إلى ذلك طلع نعيم قاسم وشاد بها بشكل كبير تحية لك والمشاهدين هذا الموقف غير مستغرب لأنه ارتباط حزب الله بإيران هو ارتباط عضوي وخصوصا الشيخ نعيم قاسم يجسد أكثر صورة تعقص حقيقة مشروع حزب الله لذا إيران هي الأولوية بالنسبة لهم هي المشروع وهم جزء من هذا المشروع من مشروع الأمة من تصدير الثورة الإسلامية لذا من غير المستغرب أن يشيد بإيران وأن يحاول بذلك أن يقطع الطريق على المشككين بس أتتوقع في وسط الغضب الواسع الذي حتى هو جاي من بيئة حزب الله أن هذا الكلام سيتأخذ ويقبل منه؟ أتوقع أن شريحة التي تحيط حزب الله منها من هو ملتزم دنيا ويقلد الولي الفقيه ومن هو من هو مناصر لحزب الله ومن هو من هو يحاول أن يدخل بالمشاكل مع حزب الله فقط الفئة الأولى قد تقتنع ولكن أيضا اقتناعها مشكوك به لأننا نلمس على مواقع التواصل ونلمس في الحياة اليومية أسئلة كثيرة عن دور إيران عن ماذا قدمت إيران إلا المصائب والقتال عبر الشعب العربي وفي نفس الوقت واحدة من النقاط في الخطاب اللي يعني كثير ناس استغربوا منها لما انتحدث نعيم قاسم وقال أنه خسائر إسرائيل كبيرة وقال أنه نتنياهو مقادر يحقق أهدافه طبعا في الوقت اللي يعني حزب الله الخسائر فيه مهولة يعني سواء من الناحية يعني من ناحية أفراده أو من ناحية الدمار في الضاحية وا 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 والأسلحته وما إلى ذلك يعني فعليا هل نعيم قاسم في عالم موازي؟ في الحقيقة بدأ الشيخ نعيم قاسم كتلميذ راسب وأتت طش بالصف وراح يبرر أن هناك تلميذ كان متفوق هذه المرة لم يحصل على علامة ممتاز بل حصل على علامة جيد جدا أنا لا يهمني ماذا تعاني إسرائيل أنا يهمني ماذا يعاني لبنان ماذا هو واقع لبنان اليوم هناك مئة وعشرين ألف لبناني نزحوا هناك عشرات القرى المدمرة العالم بعض الناس ينامون في الطرقات وكل هذا الكلام لا يشفي غليلهم نعم أيوة يعني فعلا كمان يعني كمان إذا قارننا بين اللي صاير فيه النحيتين يعني الثمن اللي جالس يدفعوا لبنان أكبر بكثير يعني طيب واحدة من الأشياء كمان يمكن النقاط اللي حابة أني أسألك عنها برضو اللي برضو حسستني أنه هو قد يكون في عالم موازي يعني نعيم قاسم أنه لما بيتكلم على أنه ما عندهم شواغر وأنه ملوا كل المناصب يعني كيف تمليتوا كل المناصب وأنتوا تكبتوا هذه الخسائر وانقتلت كل يعني مختلف خلينا نقول التراتبية عندكم حتى في القيادة تم التخلص منها هنا أخليفك الرأي نعم ملوا كافة المناصب ولا مشكلة لديهم ولكن هل المسألة فقط أن نملأ المناصب أم أن يكون هناك من هو كفء لأن يكون في هذا الموقع وهذا المنصب بناء الكوادر يأخذ عشرات السنين من سقطوا من حزب الله استثمر بهم الحزب في بناء شخصيتهم العسكرية والأمنية طيلة عشرين وثلاثين واربعين عاما وهم اكتسبوا الخبرات ليس في لبنان بل من الشيشان إلى البوسنة والهيرسك إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن هؤلاء الكوادر لا يمكن استبدالهم بعناصر لا تزال طرية العود وفي نفس الوقت يعني كمان عدا عن الحديث عن أن الأشياء الداخلية للحزب وما إلى ذلك نعيم قاسم ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وقال أنه هو الأخ الكبير وأنه فيه توافق بين حركة أمل وحزب الله والكلام هذا كله هذا الشيء أثاري يعني كثير من الاستغراب والأسئلة إيش تفسيرك؟ في الحقيقة كل هذه الإشادة من باب تحجيم الرئيس بري حين قال أننا نؤمن بقيادة الرئيس بري وبحكمته ولكن اليوم المسألة التي يعمل عليها هي فقط وقف إطلاق النار وكل ما دون ذلك ليس وقته اليوم عمليا ضرب المبادرة التي عمل عليها بري مع الرئيس ميقاتي مع النائب السابق وليد جون بلاط أي مبادرة الترويكا وما حكي عن خارطة الطريق وضرب الحديث عن انتخاب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة منح الرئيس بري وكالة ولكن وكالة مشروطة وليست وكالة غير قابلة للعزل إنه وضع الإقاع الذي على بري أن يلتزم به تتوقع هذا كيف سيكون رد الفعل عليه؟ أنا أتوقع أن ليست المرة الأولى التي يملي حزب الله بها شروطه علينا أن نميز هناك هامش واسع للرئيس نبيه بري ولكن حين يرتبط العمر بالأمور استراتيجية فالكلمة الأولى والأساس هي لحزب الله وإن نطق بها بري يعني تحس أنه لازال عند حزب الله القوة أنه يملي شروطه على الدولة وكل أطيافها يعني حتى هذه اللحظة هذا هو الواقع إلا إن كذب العمر الخطوات التي قد يقدم عليها بري يعني إن لم يلتزم الرئيس بري بما طرحه بمبادرة الترويكا وبالدعوة لرئاسة الجمهورية وما إلى ذلك يعني أنه رضخ إلى توجيهات الشيخ نعيم قاسم نعم نحن نشكرك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات كان معنا من بيروت الكاتب الصحفي جورج العقوري شكرا لك